رئاسي الليبي عن تسخير كافة إمكاناتي لتعزيز جهود مواجهة الفيضانات التي اشتاحت المناطق الشرقية من البلاد بعدما ضربتها العاصفة المتوسطية دانيا أفاد مراسل العربي باستمرار هطول الأمطار الغزيرة واشتداد الرياح جراء العاصفة التي خلفت أمطاراً طوفانية وأضراراً مادية كبيرة كما غورت سيول شوارع مدينة البيضاء تخلي مركز طبي من المرضى بعد تسرب نياه السيول والأمطار التي لم تتوقف عن التصابت